اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صفاء حساب طاقة الإسم حرف الصاد حرف ترابي مذكر طاقته تسعون ثلاث درجات حرف الفاء حرف الناري مؤنث طاقته ثمانون ست درجات حرف الألف حرف الناري مذكر طاقته واحد واحد وعشرون درجة الهمزة لا تحسب صفاء اسم طاقته رقم تسعة طبعه ترابي في مظهره ناري في جوهره جنسه مذكر البرج من خلال الاسم برج الحمل يناسبه برج الميزان الكوكب المسيطر كوكب المريخ اللون المفضل الأحمر والبرتقالي يوم السعد الثلاثاء الحجر المناسب الياقوت والألماس الصورة القرآنية المناسبة من خلال الاسم هي صورة الحديد أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم يا ملك يا قهار يا باسط يا رافع يا معز يا سميع يا كريم يا حق يا حي يا مؤخر يا آخر يا منتقم صفاتك من خلال حروف اسمك أنت فتاة مغامرة تهتمين لأمور الأسرة ذات كبرياء عالي صبورا كثيرا إنسانة مثالية أنيقة مسرفة عاطفية ماهرة ومتقنة في عملك تحبين الحفاظ على الأسرة وتهتمين بها كثيرا ذات شخصية قيادية تتميزين بالإدارة والتخطيط الجيد حاسما باتخاذ القرارات مع بعض الأنانية أنت فتاة عنيدة متفردة بقراراتك ومتشبثة بآراءك لا يخدمك الحظ بل عليك الاعتماد على الله أولا ثم على قدراتك عليك بالجد والاجتهاد والاستمرار في العمل وإن شاء الله تحققين كل ما تتمني لديك صفر في حياتك أو ربما يسافر أحد أفراد عائلتك تضحينا كثيرا من أجل إسعاد كل من حولك ولا تتلقينا مساعدات من أحد أنت كثيرة التفكير كثيرة الهموم والأمراض قد تصابين بوعكة صحية في تقدمك في العمر قد يطول زواجك أو قد يعترض طريق حياتك الزوجية عدة خلافات ومشاكل طاقة اسمك رقم تسعة متصل بكوكب المريخ أنت إنسانة مليئة بالطاقة والحيوية محبوبة تسعينا دائما لمساعدة الآخرين مضحية محل ثقة عادلة حساسة تحتاجين للراحة والمرح محبة للطبيعة مبدعة وكريمة بإجدهادك وعملك المستمر قد تصلين إلى مراحل معينة في حياتك تجيدين فن الاستماع برجك على الإسم هو برج الحمل وهو برج ذو طبع ناري أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج الحمل أو برج العذراء أو برج القوس من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسانة عزيزة النفس صادقة قليلة الحظ تنالينا كل ما تريدينه بإذن الله سخية قوية الحركة صاحبة قدر وهمة صافية النية كثيرة الرزق مدبرة في جميع أمورك ليس لك حظ في السفر تنالينا عزا وجاه كثير بإذن الله لديك عداء كثيرة لكنك لا تبالي بهم تحملين عنصرين فقط في اسمك وهما عنصر النار وعنصر الطراب يتعبك كثيرا الروتين فأنت ترغبين في التجديد دائما لكسر الملل وحتى تبقى طاقتك عالية أنت صبور جدا وتتحملين العمل لساعات طويلة وتعشقين عملك كثيرا وهذا من أصرار نجاحك مستقبلا فالعمل يأتي باستمار الجميل دائما حتى وإن اعترض طريق نجاحك مشاكل ونحوسات سرعان ما تتغلبين عليها وتتجاوزينها بسلام تتحملين في صغرك مسؤولية نفسك وكذلك تشاركين في تحمل مسؤولية العائلة وهذا يكسبك شخصية قوية من الممكن الاعتماد عليها مستقبلا في مرحلة الشباب تفتح لك الحياة ضراعيها مبتسمة لك وتحصدين ثمار جهدك وتعبك وسهرك للليالي لا يضيع هباء منظورا وهذا شيء رائع يزيدك قوة على قوتك وتفاؤلا وحبا للحياة ويضيف لإصرارك الكبير إصرارا أكبر على تحقيق المزيد من النجاحات والطموحات تحملينا في أولى سنوات عمرك طاقة مذكرة وكذلك في مرحلة متقدمة من العمر وهذا يكسبك شخصية قيادية محبة للسيطرة والتسلط فحاول التخلي عن هذه الصفات وكوني أنثى بمعنى الكلمة حتى تضيفي لحياتك لمسة أنثوية فنية رائعة استعيني على قضاء حوائجك بالكتمان ولا تترددي في اللجوء إلى الله والتضرعي له بالدعاء فهو وحده القادر على تحقيق كل ما ترغبين فيه منحك كل ما تودين فالدعاء من أكثر العبادات التي تقربنا إلى الله وتجعلنا في تواصل دائم معه والله أعلم والله الموفق